سهلا خير كابتن أيمان تحياتي لحضرتك وكل مشاهداتنا دقيقة في كل مكان يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الاستوريو التحليل ومباراة الاهلي والمصري في إطار جلوة 30 أو المباراة المؤجلة من الجولة 30 وهي يمكن المحطة الختمية لبطولة الدور العام واختام موسم شاق جدا وطويل جدا الحمد لله يمكن ربنا كل المجهود النادي الاهلي بالنجاح والوصول للقب 43 لبطولة الدور العام بالطبع مباراة في غيرت الصعوبة خاصة في ظل الظروفها كابتن أيمان يمكن الجهاز الفني على طول بعد مباراة برامجز خضل أعطاء 12 لعب أجازة من هذه الفترة والعودة مرة أخرى للتدريبات فيما بعد مباراة المصر يمكن مجموعة كبيرة جدا من الناشئين واللعابين ما كانوا يشاركوا بصفة أسية خلال الفترة الأخيرة موجودين في قائمة الفريق استدادة لمباراة اليوم يمكن طبعا الفريق خاض ميران واحد بس كابتن أيمان استدادة هذه المباراة كان بالأمس فيه تمام الخامسة على ملعب مختار التلش بالجزيرة بالطبع أصبق محاضرة فنية للجهاز الفني كان فيها مستر مارسل كولر عن أهمية هذه المباراة خاصة أنها فرصة لعادة كبير جدا من اللاعبين يجب علوم اختنامها وبإذن الله التوفيق يكون معهم النهاردة وحققها نتيجة إيجابية بعد المحاضرة عطول كان تدريب بدني قوي جدا لجميع اللاعبين المشاركين في التدريبات باستثناء طبعا محمد عبد الماني يمكن خد تدريب خفيف وموجود في قائمة الفريق لمباراة اليوم من بعدها عطول كان بعض التدريبات بركورة والجمل اللي مستر مارسل كولر كان بدرب اللاعبين عليها واختتمت التدريبات بتقسيم يعني تأسيم ما بين اللاعبين كانت قوية جدا حرس كل اللاعبين كابتن أيمن على حجز مكان أساسي فيه تشكيل اليوم وكلهم كانوا يعني بيعاوزين ينولوا إرضاء الجهاز الفني ويكونوا موجودين في الحضاش اللاعب اللي هيبدأها المباراة بإذن الله من بعدها يمكن على طول الفريق تحرك بالقائمة من واحد وعشر اللاعب لمدينة الاسكندرية وبالتحديد مدينة بورج العرب يمكن هنا فندوق اللقامة يابد عن ملعب المباراة عشرة دقائق فقط بالحافلة كابتن أيمن الفريق يعني تناول وجبة العشاء فيه العشاء لمساء ومن بعدها خلد الجميع للراحة ليبدأ يومهم النهاردة يوم المباراة مبكرا جدا يمكن كانت وجبة الفطار فيه تمام الحضاشة صباحا من بعدها فترة التدريب الخفيف أو الاكتيفيشن اللي بتتم فندوق اللقامة ودي كانت ساعة 12 ونص ومن بعدها وجبة الغذاء كانت وجبة الغذاء كانت فيه تمام الرابعة والنص يمكن كمان المحاضرة الفنية حالا دلوقتي أنا معك كابتن أيمن شغلة دلوقتي يمكن بدأت فيه تمام السادسة والرابعة ومن بعدها أطول بإذن الله هنتحرك على ملعب المباراة ومحمدين بدعوات كل جميع النادي الأهلي الظهور بشكل أكثر من رأع وتحيين نتيجة جبية في ختام مباريات الموسم بإذن الله رب العالمين كمان يمكن بنتمنى التوفير لطاقم التحكيم اللي هيكون موجودة النهاردة يده كل فريق حقه ويكون من الحاجات المساعدة خلال المباراة طبعا بخيالة الدولة محمد معروف يعاونه أحمد نوفل محمود كثير وأحمد ناجي حكم رابع وحكمين علفار محمود بسيوني وأسامة السايد كمان دعا الجانب الفنية والأستاذ الفنية كابتن أيمن من الجانب الإدارة يمكن لفتها طيبة من مجلس تدارة النادي الأهلي وتوفير حفلات لنقل جمهير النادي الأهلي لمدينة الأسكندرية وبالتحديد استاذ بورج العرب طبعا الأوتوبسات كانت موجودة من ساعة 12 ونصف زهرا عند فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد التوبسات تحركت فيه تمام إستانية زهرا ووصلت خلاص بالفعل لإستاذ بورج العرب إن شاء الله جمهور النادي الأهلي زي ما تعاوننا دايما يكون اللعب رقم واحد ويكون مساند لفرقته أين كانت الأسماء موجودة في الملعب ويكون مساند النهاردة العالد كبير جدا من أبناء النادي الأهلي وقتها الناشئين وبإذن الله يكون خير اختام لموسم رائع موسم خمسة من خمسة العلامة الكاملة وإن شاء الله النادي الأهلي يبقى دايما في بطولات وانتصارات ويبقى دايما عن مقدمة كمي من كابتن عيمن اتفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفي اعرفنا